طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستحديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يحمده الله فلا مضل لا ومن يطلل فلا هالي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وعليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى أم الدين أما بعده فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نرحب بالجميع إلى هذه الجلسة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى والتي نتداول فيها كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في لقائنا الأخير تناقشنا النقطة الخامسة والأربعين زكاة العلم وآخر ما تكلمنا أي أنها واليوم نواصل من الحلية السادسة والأربعين عزة العلماء عزة العلماء قال التحلي بعزة العلماء صيانة للعلم هي صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه أي ناحية عزه وشرفه وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به وبقدر ما تهدره من الإهدار وبقدر ما تهدره يكون الفوت ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وعليه فاحذر فاحذر أن يتمندل بك الكبراء يتمندل بك أي يستعملونك كالمنديل تعرفون المنديل هذا المنديل الذي نمسه به الأيدي والوجوه يعني احذر أن يتمندل بك الكبراء أنت طالب العلم لا تكون منديلا لأهد الكبراء فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك الصفهاء يعني يركبك الصفه الامتطاع والركوب أو يمتطيك الصفهاء فتلاين في فتوى فتلاين في فتوى لأن الكبراء جعلوك صيروك منديلا وكذلك الصفهاء يعني يركبونك فتلاين في فتوى أو قضاء إذا كنت حاكما أو قاضيا فتلاين في قضاء أو بحث أو خطاء يعني أنت عندما تخطب فلا تستطيع أن تتفوه بالحق لأن هؤلاء صيروك منديلا له فإنما ترى وجوههم في أمامك وأنت على المنبر لا تستطيع أن تصدع بالحق قال ولا تسعى به إلى أهل الدنيا أي بالعلم لا تسعى بالعلم إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم يعني على أعتاب أهل الدنيا قال وَلَا تَبْظُلْهُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَإِنْ عَظُمَ قَدْرُهُ وَإِنْ عَظُمَ يعني قَدْرُهُ يعني إذا كان غير أهل للعلم ولو عظم قدره فلا قال فلا تبظُله إليه إذا لم يكن أهلا له مع أن شيخ الإسلام ابن الثيمين له تعليق على هذا الجانب قال هذا فيه شيء صوا وشيء فيه نظر وهكذا أهل السنة نحن لا نقدس يعني شيخ بكر أبو زير كما كنت أردد دائما رجل معروف بعلمه الكل يسلم له أنه عالم ولكن هذا لا يعني أنه كل ما يقول فهو فهو على رأس وعين يعني لا يجادل ولا ينازع ولا يخالف أبدا أهل السنة ليسوا هكذا أهل البرع هم الذين يتصرفون مثل هذا التصرف أنت الآن لو أحدثت برعة جديدة صاحب برعة أخرى سوف لا يعترض عليك لأنه غدا سوف يأتي ببرعته فأنت كذلك لا تعترض أهل السنة ليسوا هكذا يتتبعون الحق حتى ولو كان مع صديق حميم يخالفونه كونه من ولماء السنة كونه من المشهورين بالعلم والتمسك لا يعني أنه كل ما يقوله فهو صواب لا شيء قلنا ثيمين يقول أنا أخالفه في بعض الأشياء قال فيه صواب وفيه نظر قال سيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف فإن الإنسان إذا صان علمه أن الدناء وهذا مما ينبغي فضل ينبغي أن نتربى عليه يعني لا نقدس الشخصيات نقول هذه الشخصية كبيرة إلى حد أنه إذا قال شيء فنحن لا نستطيع أن نراجع هذا الشيء يعني خلاص إذا قاله خلاص لا أبدا يعني فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب من صاحب هذا القبر يعني كما قال إمام مالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤخذ منه كل شيء أما غيره فيؤخذ من قوله ويرد قال وعن التطلع لما في أيدي الناس وأن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز يعني أن يصان العلم من هذه الأشياء يعني إذا صان علمه أن الدناء وأن التطلع لما في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعز ولكن كون الإنسان قون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أعتابهم ولا يبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل شيء من ثمين يقول في هذا تفصيل فيقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا خير وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهيئة للمنكر أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتململ فهنا لا ينبغي أن يهدي الآلم إلى هؤلاء لأن هذا إهانة له وإهانة لإلمه ولنفرض أن رجلا دخل ألاء ناس من هؤلاء المترفين وجلس وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية ولكنه يشاهدهم تتمعر وجوههم ويتململون ويتغامزون فهؤلاء لا ينبغي أن يحوم حولهم لأن ذلك ظل له ولعلمه أما إذا كان إذا دخل على هؤلاء وجلس وتهدث وجد نفوسا تهش وأفعيدة تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا ينبغي أن يفعل ينبغي أن يفعل فلكل مقام مقال فلكل مقام مقال قال لو دخل طالب علم صغير ألا مثل هؤلاء المترفين فلربما يقفون معه موقف الاستعزاء ولكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان الأمر بالأكس فلكل مقام مقال إذا رأيت من أهل الدنيا أنهم يقبلون 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 على قولك أي يقدمون عليه وأنهم يطمئنون إليه وأنهم ينتفعون به فلا حرج أن تذهب إليهم وتدعوهم وتعلمهم والأكس بالأكس يعني الشيخ بن ثيمين يقول ينبغي أن نتوسط في هذا إذا كان هناك من الناس من صنفناهم وقلنا بأن هؤلاء أهل الدنيا هل ينبغي أن ننبذهم ونتركهم يعني ولا نتعايش معهم ولا نخترق يعني صفوفهم حتى نصل إليهم بالدعوة الشيخ بن ثيمين يقول لا هذا ليس على الإطلاق بل هؤلاء يدخل عليهم وينصحون ويدعون فإذا وجد منهم الإقبال يستمر الداعي فإذا لم يجد منهم الإقبال بحيث يؤدي مخالطته معهم إلى الذلة وتذليل العلم ففي هذه الحالة ينصرف عنهم ولكن لا نقول قطعا هؤلاء أهل الدنيا فلا نعلمهم ابن ثيمين يقول لا نقول قطعا هؤلاء أهل الدنيا فننبذهم لا بل ينبغي أن نصر إليهم فإذا وفقنا بالإقبال بل كان النبي أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس على الرؤساء يحرس على هدايتهم لأن الرئيس إذا تدعى ما الذي يحدث في غالب الأهيان يهتدي من تحته في غالب الأهيان لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحرس على الرؤساء لأن هناك من ليس له رأي إلا رأي رئيسه فإذا تدعى الرئيس يحتج الكثير من أمثال هؤلاء الذين ليس لهم رأي قال ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضو ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية يعني الأولماء بذل أنفسهم في حماية العلم في حماية العلم قال لا سيما من جمأ مثلا في هذا مثل كتابي من أخلاق الأولماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى وكتاب مناهج الأولماء في الأمر بالمعروف والنهي المنكر لفاروق السام الرائي وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه يعني المؤلف هذا ويقول عنده كتاب هذا الكتاب ماذا لا على طريق الإعداد قال يسر الله إتمامه وطبعه اسم الكتاب عزة العلماء قال وقد كان العلماء يلقلون تلابهم حفظ قصيرة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة اثنتين والتسعون بعد المائة الثالثة الهجرية رحمه الله تعالى كما نجدها عند عدد من مترجميه ومطلعها يعني مطلع هذه الأبيات للجرجاني يقولون لي فيك انقباد وإنما رأوا رجلا أن موضع الظل أحجما أرى الناس من داناهم هانم عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم يعني يقولون لي الجرجاني يقول الناس يقولون لي يقولون لي فيك انقباد وإنما يعني انقباد يقولون أنت منعزل للناس أنت منعزل يعني منقبض أليس هذا من إصطلاح التربويين يقولون شخصية منقبضة وشخصية هناك شخصية منقبضة وشخصية معدل منفتها أشيء من هذا القبيل المنقبض هذا هو ما يسمى بالإنجليزية بإنتروفات يعني لا يختلط مع الناس بسهولة هو منزوي ومنقبض فجرجاني يقول يقولون فيك انقباط يعني أنت منقبض وإنما قال والأمر ليس كذلك إنما الأمر رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم لماذا يقولون هذا فيه انقباط لأنهم رأوا رجلا هذا الرجل الذي قالوا فيه انقباط إنما إنما أحجم عن موضع الذل والإحجام هو كف يعني هو كف هو كف وأحجم نفسه يعني أحجم عن ماذا يعني الإحجام هو ضد ضد الإقدام ولم يقدم على مواضع الذل إنما أحجم عن موضع الذل فلما أحجم عن موضع الذل فقالوا فيه هذا منقبض هذا فيه انقباط قال لا الأمر ليس كذلك إنما أنا إنما أنا انقبضت وأحجمت عن موضع الذل أنا فررت من الإذلال يعني معناه هو لا يمشي إلى فلان ويسأله لا يمشي إلى بيت أما الوالي الفلان أو السياسي الفلان فلا يرونه عندهم فيقولون هذا شيخ فلان هذا هو لا يزور الناس فمن هم الناس الناس هم هؤلاء إذا كان لا يزور هؤلاء فلا يزور الناس فهو فيه انقباط هو يقول لا أنا ليس فيه انقباط إنما أنا لدي عزة النفس ففررت من الإذلال قال أرى الناس من داناهم هان عندهم يعني الذي جعلني منقبضا هو أني رأيت الناس أن من داناهم يعني خالطهم كثيرا هو عندهم يعني هاني يعني يهونونه يجعلون أمره حينا جدا أليس في الآية ومن يهين الله فمن له فما له من مكرم يعني جد جد التكريم إهانة يهينونه يهينونه لذلك أنا ثررت من هذه الإهانة فأصبحت منقبضا حتى لا أذل وأهان قال ومن أكرمته عزة النفس أكرم يعني إذا إذا أكرم الإنسان بعزة النفس فالناس كذلك يعني يكرمونه أكرم قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم قال لو أن أهل العلم صانوا العلم لصانهم العلم لأصبح العلم كذلك سيانة لهم لصانهم قال ولو عظموه أي لو أن أهل العلم عظموا العلم في النفوس لعظما مع أنهم هنا حركها بالفتحة قال لعظما شيخ بن الثامين يقول هذا فيه نظر قال لعظما أي لو أن هؤلاء عظموه في النفوس في نفوس الناس الناس أنفسهم لعظموا العلم قال لعظما بفتح الضاء المعجمة المشالة قال هذا الدبط فيه نظر والظاهر لو أظموه في النفوس لأظما يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لم يؤظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص وهذه مرت علي في البداية والنهاية لابن كثير في تردمة الناظم الذي نظمها وإن كانت توجد في غيرها فهذه هذا ما ذكره المؤلف تحت هذه النقطة عزة العلماء يعني الطالب الطالب العلم ينبغي أن يفر بإلمه من الإذلال يفر بإلمه من الإذلال حتى لا يهان لا يهان هذا العلم لأن طالب العلم إذا أهين باللزوم يهان العلم الذي يحمله يهان العلم الذي يحمله فلذلك في الحقيقة ينبغي أن نتقي لا لذلك حتى نحن طلاب العلم نحتاج إلى درجة عالية من التضحية نحتاج إلى أن نضحي كما كنت أكرر دائما هناك بعض الأشياء نتركها ليست لأجل أنها حرام ولكن لأجل أنها لا تليق بنا فالطالب العلم لا يفعل كل شيء يقول لا هذا ليس بحرام فأنا أفعله لا إذا كان مثلا في المشتما عادة مثلا هناك عادة هناك أشياء على قدر فهم الناس يرون أن لا يفعله طالب العلم مثلا فأنت لا تجلس ويقول في الحقيقة هذا الشيء ليس بحرام فأنا أفعله لأنك لو فعلته لو فعلته فعلت أكسى أكسى العادة وفعلك هذا سيجلب لك ماذا يجلب لك يعني إن إكاسات غير جيدة الناس سوف يتكلمون فيك مثلا في بعض المجتمعات مثلا نحن ننعب القرة مع كبار المشايخ هؤلاء المشايخ الذين ترونهم على شاشات القنوات الفضائية لعبنا معهم كرة القنع لأن هناك ما في شيء أما هنا مثلا إمام هذا إمام إمام لباران مثلا تصور أن إمام لباران في أحد الأيام يوم أحد صباح مبكر لبس أحزية لعبة القرة القدم وحمل القرة القدم سوف يتكلم عنه كل الناس بهذا البلد أليس كذلك هل هو حرام ليس بحرام ليس بحرام شيخ نزيف هذا دكتور نزيف هذا الذي في السجن الآن هو يجيد حراسة المرمى جيادة يعني ممتازة جدا هو يحرس المرمى هو قل كبار لأنه ليس فيها ولكن في نيجيريا إذا أردنا أن نفعل ماذا نفعل نمشي إلى مكان بعيد نحن نحن فقط من حيث لا يرانا الذي فهمه لا يحمل هذا فلذلك طالب العلم يترك أشياء ليست لأنها حرام ليست لأنها حرام ولكن سيانة للعلم حماية للعلم احتراما للعلم حتى لا يقال انظر هذا طالب العلم فإذا مر هذا الذي فعل هذا إذا مر وجاء غيره من طلاب العلم يقول لا يا أخي أليس هو طالب مثل ذاك الذي فعل كذا فالمفسد لا تتوقف على الذي فعل إنما تتعدى إلى جميع الطلاب فلذلك الإنسان أنت تجعل هذا دائما في حزبانك أنت تمثل فئة فئة من الناس أنت لو وجدت نفسك أنت وحدك في مكان فأنت لست وحدك لأنك إذا أحسنت في ذلك المكان فحيثما وجد من اتصف بصفتك سيحمد ما أنه ليس هو الذي أحسن قال هذا رأينا شخص له صفة هذا هو أحسن لو أحسنت إذا وجد من اتصف بصفتك يقول يا أخي أليس مثله الذي فعل كذا وهكذا فلذلك نجل هذا دائما في الحزبان حتى لا يقول يا أخي حول حول القراء تركهم بس مثلا فيما يتعلق بي أما طلب الزواج مثلا طلب الزواج طلب العلم دقق النظر قبل أن تتقدم لا تأتي لا تأتي اليوم أنت استأذنت عند أهل بيت فلانة تطلب الزواج من ابنتهم وغدا طلبوا أنك وأنت غيرت المكان أصبحت تطلب يد بنت أخرى هناك وبعد ثلاثة أسابيع شهرين انتقلت من هناك إلى هناك فغدا إذا جاء الطالب يطلب يد ابنتهم يقول يا أخي ما عندنا وقت هكذا يفعلون هكذا يجمعونكم كلكم هكذا يفعلون فلذلك ينبقي أن نحذر ينبقي أن نحذر من كل ما نفعله حتى لا نفسد بأفعالنا نحن لا نفسد به سمعة العلم وسمعة طلاب العلم هناك هناك شياطين كثر من الناس هو فقط الذي يبحث عنه هو زلة طالب العلم هو يريد أن يسمع زلة واحدة لطالب العلم فإذا سمع واحدة يختلق عليها إحدى عشر حتى يصبح دوستر يعني دوز واحد فيقول طلاب العلم يفعلون كذا وكذا 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 هناك شياطين من الناس فلذلك نحن ينبقي أن نحذر دائما نحذر لأنك طالب طالب العلم ليس كل مكان تمشي ليس كل مكان تجلس ليس كل كل كلام تقول وهكذا النقطة التي بعدها هي سيانة العلم قال إن بلغت منصبا إن بلغت منصبا سيانة الشيء أي حفظه سيانته أي حفظه والعناية به قال إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم يعني أنت طالب العلم إذا بلغت منصبا غدا أصبحت إماما أصبحت خطيبا أصبحت قاضيا أصبحت معلما أصبحت أي شيء تذكر أن حبل الوصل يعني الحبل الذي أوصلك إلى هذا المنصب هو ماذا هو طلبك للعلم لا تنسى أنك إنما بلغت هذا المنصب لأنك طالب طالب العلم قال إذا بلغت منصبا فتذكر لأن كثير من الناس ينسوا ويبلغ منصبا اليوم ينقطع أو تنقطع علاقته بالعلم وطلاب العلم والعلماء بتاتا اليوم إذا عينا إذا عينا وزيرا لوالي الولاية وزيرا لرئيس الدولة مستشارا لرئيس الدولة مستشارا لوالي الولاية يقطع العلاقة مع طلاب العلم والعلماء ناسيا أن الحبل الذي أوصله إلى هذا المنصب هو ماذا هو العلم قال تذكر إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية ممكن تكون معلما في مدرسة من المدارس في جامعة من الجامعات أو الفتية أو تكون مفتي أو القضاء أو تكون طاضيا وهكذا فأعطي لعلم قدره وحظه من العمل به وإن زاله منزلته وإن زاله منزلته قال واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارع الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب هذا الذي يحدث دائما يعني إنسان إذا بلغ منصبا يريد أن يحفظ هذا المنصب فلأنه يريد أن يحفظ هذا المنصب يمكن أن يجعل العلم جانبا فكأنه لا يعلم يعني اليوم الشخص يعين يعني طالب العلم دائي معروف يعين اليوم فيتغير يعني تغيرا يعني عجيبا غدا فكأنه ليس الذي كان ذلك الدائي المعروف فلذلك هذه المناصب مصيبة هي في حد ذاتها مصيبة قال لا تأذر احذر مسلك من لا يرجون لله وقارع لماذا قال لا يرجون لله وقارع قال الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب يريد أن يحفظ المنصب فيطوون ألسلتهم لأنه يريد أن يحتفظ بالمنصب ماذا يفعل يطوي لسانه يطوي لسانه عن قول الحق ويعملهم حب الولاية على المجاراة على المجاراة أي مسايرا المجاراة مسايرا يعني يستسلم للواقع يستسلم للواقع مثلا يعني أنت عينت يعني وزيرا مستشارا أي شيء من هذا القبيل في الولاية تعرفون هناك بعض التجمعات التي لا ينبقى أن يحضرها طالب ليس كذلك مثلا عندهم عندهم يعني مناسبة فيها فيها رقص والنساء والتبرج والخلاع مثلا فأنت تقول يا رئيس الدولة سامحني لا أحضر سامحني لا أحضر قد تقتدي الحكمة أحيانا أنت عهضر أو تقول يا رئيس المفروض ألا تسمح بهذا إذا كنت مثلا مستشارا له ولكن كثير من الناس يرى هذا ويعرف موقف الدين من هذا ولكنه ماذا يسكت لأنه يريد أن يحتفظ بماذا بالمنصب قال فيطوي لسانه عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة يعني مسايرة الواقع قال فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك يعني لأن قيمتك تتمثل في هفز الدين قال وعلمك وشار في نفسك بحكمة بحكمة ودراية وحسن سياسة بحكمة ودراية وحسن سياسة احفظ الله يحفظك احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة يقول ابن ثيمين إن أراد بهذا الحديث فليس هذا لفظه الحديث احفظ الله يعفظك احفظ الله تجله تجاهك والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهذا لفظ الحديث يريد بهذا الأدب يريد أن الإنسان يصون علمه فلا يجعله مبتذلا بل يجعله محترما معظما فلا يلين في جانب من لا يريد الحق بل يبقى قودا شامقا ثابتا وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المداهنة وإلى المشي فوق بساط الملوق وما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي ولم يكن الإنسان صائنا لعلمه إذا سلك هذا المسل والواجب قول الحق لكن هذا مهم يقول لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان والإنسان ينتهيز الفرصة فلا يفوتها يعني الإنسان أحيانا قد يحدث شيء والحكمة تقتدي أن تسكت فأنت تترسد الفرصة فإذا وجدتها وجدت الفرصة استغلقتها قال قال ويحذر الزلة فلا يقع فيها هو ينتهز الفرصة فلا يفوتها ويحذر الزلة فلا يقع فيها قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان بشيء وأتكلم في موضع آخر لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة فلكل مقام مقال ولهذا يقول بحكمة ودراية وحسن السياسة فلا بد أن يكون الإنسان عنده علم ومعرفة وسياسة بهيث يتكلم إذا كان لكلام محل ويسكت إذا كان ليس للكلام محل وقوله صلى الله عليه وسلم في الهديث احفظ الله يهفظك يعني احفظ حدود الله كما قال تعالى في سورة التوبة والحافظون لحدود الله فلا ينتهكونها بفعل محرم ولا يضيعونها بترك واجب وقوله يحفظك يعني في دينك ودنياك وفي أهلك ومالك فإن قال قائل إننا نرى بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم فنقول هذا زيادة في تكفير سيئاتهم ورفعة درجاتهم ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم عفظ الله يحفظك يحفظك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة قوله يعرفك لا تظن أن الله تعالى لا يعرف الإنسان إذا لم يتعرف إليه لكن هذه معرفة خاصة حتى ولو لم تتعرف إلى الله فالله أصلا يعرفك ليس كذلك ولكن المعرفة هنا معرفة خاصة معرفة خاصة فهي في النظر الخاص فهي في النظر الخاص المنفي أمن نفى أمن نفى عنه في قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم أذاب أليم ما أن الله لا يغيب أن بصره شيء لكن النظر النظر نظران نظر خاص ونظر نظر عام هؤلاء الذين قال الله عنهم ولا ينظر إليهم هل يعني أن الله لا يراهم لا الله يراهم ولكن لا ينظر إليهم النظر الخاص قال كذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة والمراد هنا المعرفة الخاصة بقي أن يقال إن من المشهور عند أهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف وهذا مهم أن الله لا يوصف بأنه عارف يقال عالم ولا يقال عارف وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظن يعني تستعمل كلمة المعرفة للعلم اليقيني كما تستعمل للظن قال وأنها أي المعرفة انكشاف بعد خفاء يعني إذا كنت عرفت فمعنىه أنت كنت جاهلا فالآن عرفت فلذلك لا ينبغي لأن علم الله لا يسبقه جهل قال انكشاف بعد خفاء وأما العلم فليس كذلك فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو ما أراده الأصوليون وإنما المراد بالمعرفة هنا أن الله تعالى يزداد عناية بك ورحمة بك ما علمه بأهوالك أزوجل لكن هل تعرفون الرخاء والشدة الشيخ يسأل يقول الرخاء هو الغنى والصحة وثالث الأهل قال يعرفك في الشدة يعني إذا افتقرت يعرفك في الشدة إذا فقدت أهلك يعرفك في الشدة إذا ماردت هذه الأشياء إذا فقدتها الله تبارك وتعالى يعرفك فيها يعني يعتني بك يعني عناية زائدة قال وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك يعني أنت اليوم لو كنت واليا أو كان عندك منصبا مهما طال الأمد سيأتي يوم سيأتي يوم تتقاعد عن هذه المناسب أليس كذلك قال وهذا سبيلك هذا سبيلك لا محال ولو بعده فلا بعس فإنه أزل محمد ولا أزل مذمة ومنقص يعني أنت إذا كنت تعرف أنه بدأ قال وإن بلغت منصبا فتذكر أليس كذلك فقال إذا بلغت هذا المنصب ثم أصبحت يوما من الأيام أعطلا عن هذا المنصب قال هذا ليس ليس فيه شيء ليس فيه مذمة إنما هو محمد لأنك مهما طال ينمو كوثك هناك سيأتي يوم إما بالموت إما بالعزل إما بالتقاعد ستترك المنصب هذا ولو لم تتركه بالتقاعد أو بالعزل سوف تتركه بالموت إذا جاء الموت سوف لا تستمر يقول ابن ثيمين الشيخ أبو بكر ما أدري ألف هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده والله عالم قال على كل حال لأن الشيخ بكر زيد يعني أمل مع وزارة العدل قال على كل حال هذه القاعدة مهمة وهو أن الإنسان إذا أصبح آطلا أنقلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعده يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركها لابد فلا بأس فإنه عزل محمدة ولا عزل مذمة ومنقصة هذا أيضا ليس على أمومه لأن من الناس من يعزل عزل ملكة وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة لكن يضيق على من تحته فيحفرون له حتى يقع فهمتم هذا الكلام يعني الشخص رئيس هو يريد أن إذا أردت أن تعمل وأنت ترأس الناس وتراقبهم وتلاهظ عليهم في الغالب من الأهيان يحفرون لك حفرة ممكن يأتون بالأكاذيب عنك حتى تسقط قال وهذا كثير من الأسف وهذا كثير من الأسف ومن الناس من يعزل لأنه تبين أنه ليس أهلا للولاية فهل هذا العزل أزل محمدا أو مذما مذما لا شك يعني شخص هو الرئيس يرأس مهمة ثم عزل عن الرئاسة لأنه تبين أنه ليس أهلا لهذه الرئاسة الشيخ يقول هذا ليس فيه محمدا بل فيه مذما أما الأول فلا الأول أزل محمدا أما الثاني فإنه أزل مذما فالشيخ أراد بهذا العزل الأول لأنه قام بوزيفة ولم يفرد في المسؤولية ومن الأجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده التزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاود بعض الناس تعرفون المناسب هذه هو كالخمر الرئاسة كالخمر يغطي العقل فإذا انتهت فترة الرئاسة هذه ونزل سوف تنكشف عيونه والآن يبدأ يارى الناس جيدا لما كان رئيسا أنت كنت جارا له فأصبح رئيسا رئيسا للحكومة المحلية رئيسا للولاية أو مستشارا للوالي مستشارا لرئيس الدولة حتى جاره الأقرب منه هذا إذا سلم عليه يرد السلام فكأنه يراه لأول مرة فكأنما سلم عليه شخص غريب ولكن يوما أن أزل من هذا المنصب يوما أن أزل من هذا المنصب ورجع ليعيش مع الناس الذين كانوا يعيش معهم الآن يعرفكم واحد بعد الآخر آه فلان كيف الأهل كيف العيال ولكن سابقا لم يكن يسلم عليك مثل هذه التحية الآن بعد التقاوت يريد أن يرجع إلى الله قال فهذا وإن كانت توبته شرعية ولكن دينه دين ودين العجائز سوى قال هذا دينه ودين العجائز سوى إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه الشيخ يقول هذا لما كان رئيسا ينبقى أن يتعدى نفعه أليس كذلك هو له قرابة بأصحاب القرارات ينبقى أن يتعدى نفعه يعني ينفع الناس بهذا المنصب ولكن لما صعيد إلى هذا المنصب انقطع عن الناس والآن رجع ترك المنصب ورجع إلى الناس قال الشيخ هذا حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا لما كان هناك تجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرص اللسان عن الحق لا يستطيع أن يتفوه بالحق فنعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان يقول هذه القطعة كطعة شديدة عبارات شديدة نعم من الأجيب أن بعض الناس إذا عزل عن الولاية وترك المسؤولية ازداد إنابة إلى الله عز وجل لأنه إن عزل في هال يحمد عليها لجع إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أهد عن الله عز وجل وعرف افتقاره وعرف افتقاره إلى ربه عز وجل فصالحت حاله وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتفرغه وعدم تحمله المسؤولية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى وأما قوله وأما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا هذا موجود لا شك لكنه ليس كثيرا في الناس والحمد لله لكن من الناس من يكون متهاويا متهاويا في أداء وزيفته فإذا فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل رجع إلى الله عز وجل يعني شك بكر يقول يحذر من أن تكون ممن لما كان رئيسا لم ينفع الناس بشيء ولكن لما عزل عن الولاية أصبح صاحب الالتزاب وصاحب الإنابة فهذا قال دينه ودين العجائز سوا يعني معناه مثل هذا الشخص يتلون يعني إذا كان عنده منصب لونه لون آخر فإذا لم يكن إذا كان هو شخص عادي مع الفقراء له لون آخر فهذا لا ينبغي هذا نفاق كيف لو قبض روه وهو في ذلك اللون الغير الجيد منه يلقى الله تبارك وتعالى على ما لا يليق بالعبد فلذلك سلفنا الصالح لا يتغيرون لا فرق بين أن يكون أميرا وبين أن يكون يعني معمورا لا فرق لا يغيره ذلك لا يزال مستقيما ملتزما حتى ولو كان هو الأمير ولو عزل من الإمارة هذا لا يغير فيه شيء ألا ترون أن عمر من الخطاب رضي الله تعالى عنه يعزل من خالد بن الوليد لماذا لأن خالد بن الوليد أصبح للناس فتنة حتى القفار إذا سمعوا بقدوم جيش المسلمين وسمعوا أن الذي يرأس هذا الجيش هو خالد بن الوليد ينكسرون قبل أن يصل الجيش وكذلك بالاستدراج أصبح المسلمون كذلك يرغبون في رئاسة خالد بن وليد فكأن النصر يعني بدأوا بدأ الشيطان يصرف أقولهم من أن النصر من الله فكأن النصر من من فلما لاحظ عمر مخطاب هذه الفتنة كتب إليه انظر سبحان الله إلى هؤلاء فتب إليه الرسالة هذه الرسالة موجهة إلى خارج رضي الله تعالى أنه أرضاه لو كنا نهل اليوم على على الانحطات الأخلاقي والضعف الإيماني الذي يعاني منه الكثير لما جاءت هذه الرسالة لو كنا نهل اليوم ماذا نفعل بها أن نخفيها يعني حتى المرسل لا يعرف الذي في الداخل للرسالة ولكن الرسالة لما وصلت جمع خالد ابن الوليد جمع الجيش وقرأ الرسالة على رأسه عالنا هذه هذه رسالة من عمر من أمير المؤمنين عمر يأمر خالد بتسليم الإمارة إلى غيره ممن كان معمورا من قبل وهو يعلن ألنا أنه أنه يستسلم الإمارة للشخص المذكور ويكون تابعا له هو أبو وبيلا لأن القصد هم غرضهم العمل فقط ليس غرضهم من هو الرئيس أما نحن اليوم أنا أريد أن أكون رئيس والرئاسة هذه أنا وحدي لا شريك لي فيها وفلان يريد أن يكون رئيس نحن نتجمع لأزل أمر مهم جدا ثم بعدين نترك هذا الأمر جانبا ونتجاذب في أمر الرئاسة الأمر الذي جمعنا أصلا تركناه ونتجاذب ونتجادل ونتقاتل في من يكون الرئيس وهذا يكون لازم أنا لابد أن أكون أنا وهذا يكون أنا لا بد أن أكون أنا والأمر الذي ندعي هذا إدعاء ندعي أننا جئنا لأمر ولكن تركناه جانبا أهملنا هذا الأمر الذي جئنا من أجله وأخذنا نتقاتل في من يكون الرئيس هؤلاء السلف لم يكون هكذا ولكن ندعي أننا نقتدي بهم ندعي أننا نقتدي بهم هم فقط الذي كان همهم الأكبر تحقيق الهدف بغض النظر أم من هو الرئيس هذا الذي كان فلذلك لا فرق بين أن يكون رئيسا وبين أن يكون مرؤوسا لا فرق لا يؤثر فيه خالد ينزل ويتبع أمر أبو عبيدة يصبح تابعا بعد أن كان متبوعا وهذا لا يؤثر فيه نهل اليوم لو حصل هذا واحد يقول طيب خلاص أنا سأرجع إلى المدينة أنتم إذهبوا وقاتلوا ما دام أمير الممين لا يريد أن يكون رئيس هذا الجيش أنتم إذهبوا أنا سأرجع لا لأنه جاء لهدف جاء لهدف القتال جاء لينصر الدين وهذا الهدف ماذا لقائما فلذلك طلاب العلم مهما بلغت مناسبنا لا ينبغي أن ننسى أصلنا وأصلنا هو ماذا هو طالب العلم هو أنك طالب العلم والمطلوب من طالب العلم أن يتحلى بصفات طالب العلم يحفظ العلم يتفوه بالحق مستعمل الحكمة والدراية والسياسة في ذلك ولكن ليس أنه لأنه الآن هناك يغير اللون فإذا رجع هنا يغير اللون لا سلفنا ما كانوا هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع بإذن الله تبارك وتعالى إن وفقنا باللقاء في الأسبوع القادم نواصل من الحلية الثامنة والأربعين المدارات للمداهنة والله تعالى عالم نعم نعم أفوان زدت في الوقت عمداً لأننا تأخرنا نعم إن شاء الله أزاكم الله خيرا سبحانك الله و الحمدك أشار الله لها إلا أنت أستغفرك و أتوبريك